تواصل الدولة جهودها المستمرة لدفع وطيرة العمل المناخي رغم التحديات الحالية وفي إطار تلك الجهود عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا بالمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري وذلك لبحث أهم المخرجات المتوقعة لمفاوضات مؤتمر المناخ حثت الوزيرة الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها وبوضع التمويل اللازم في صناديق المناخ قبل انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 وأكدت فؤاد خلال الاجتماع على أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكي للبرنامج المصري الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء للوصول إلى تمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج